فيه من الأخبار المباردو المهمة كابتن اسلام بردو ابن انفري بيها من خلال حضرتك إن محمد هاني طبعا كان خرج فيه مباراة بيرامدز بعد ما اشتكى من ألام في العضلة الضمة طب التشخيص المبدأي يعني منذ لحظات كنت بتكلم مع الدكتور أحمد أبو عبلا هو طمني من إمكانيات وفرص لحق محمد هاني بيه مباراة للأهلي وساندونز لكن هو مش ينزل للتدريب بكري يعني هيكتفي بعض الجلسات اللاجية للمحمد هاني لكن طمني بشكل كبير جدا إن شاء الله إنه هيكون موجود مع الفريق في مباراة ساندونز بإذن الله طبعا يا كابتن اسلام عندي أمور تانية كتير لكن أنا حابب أن أكون موجود مع حضرتك لو حابب تتناقش في أي أمور قبل ما نتكلم بقى على الحضور الجماهيري الترتيبات اللي تم برنامج الفريق جدا بإذن الله الناس عايزة تسمعك أنت فاروق تقول إيه اللي بيحصل عندك وكابتن حسام غالي هو معنا على الصورة وكابتن أساس طريق أنديل ودكتور محمد شوقي الجميع الحقيقة بيلتف خصوصا بعد هذا الفوز الرائع الحقيقة على نادي بيرامدز في الدوري العام المصري وبالتالي الانتقال إلى البطولة الأفريقية خلينا مثلا نروح لموضوع زي التذاكر أخبار التذاكر إيه العدد قد إيه هل سيكون هناك الاستاذ مليان هل سيكون الجمهور خمس تلاف ولا ألفين ولا خمسة وعشرين عملي نسمع في حاجات يا فاروق ده خلينا أحسن لك هذا الأمر يا كابتن إسلام طبقا للمخاطبات اللي تمت ما بين الاتحاد الأفريقي ومسؤولي ساندونز طبعا الاستاذ اللي هيقام عليه المباراة وبيتسع لخمسة وتسعين ألف متفرج استاذ سكر سيتي واحد من أفضل الاستاذات الموجودة في جنوب إفريقيا بالمناسبة نادي ساندونز ملعبش أي مباراة على هذا الملعب نادي ساندونز كان يعني بعث بمخاطبات للاتحاد الأفريقي وتم اليوم إرسال المخاطبات بالموافقة على حضور 10% من ساعة الاستاذ يعني تقدر تتكلم كابتن إسلام في أعداد جامير مش هتتجاوز خمس تلاف أو تسع تلاف متفرج ما بين هذا الرقم طبعا موجود عدد لأفراد الجالية المصرية والعربية الموجودة هنا في جنوب إفريقيا طبعا في محادثات بالتم مع مسؤولي السفارة المصرية خلينا أقولك أن احنا منذ لحظات كان المجلس إدارة دكتور محمد شاوئي والكابتن حسام غالو الساسطاري أنديل ومسؤولي اللي ناجل قال لي لابوا دعوة المعالي السفير أحمد الفضل السفير جمهورية مصر العربية طبعا لدعوة لتناول وجبة العشاء في مقر إقامة سفير جمهورية مصر العربية وتبادل الدروع واسمعالي السفير يتكلم على أهمية اللقاء والدين مواجهة الرابعة خلال عشر شهور وأشاد كتير جدا بروح والتزام بعثة النادي الآلي وقال إحنا دايما بننتظر قدوم النادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا طبعا النادي الآلي هو النقطة المضيئة دايما في القرى السمراء لينا وطبعا الكابتن حسام غالي لدكتور محمد شاوئي بلق طبعا معالي السفير تحيات الكابتن محمود الخطيب برجال طبعا الدكتور محمد شاوئي والكابتن حسام غالي والكابتن سامير عادلي وطبعا الترتيب بيتم اليوم الغدا يقوم بمشيط الله كابتن إسلام يكون اللاعبين في وجبة غداء في تمام الساعة الحادقة عشر والنصف ثم محاضرة مصدر بيتسو موسماني في تمام الساعة الثانية ثم التحرك إلى ملعب التدريب اللي هو ملعب نادي الكايزر تشيفز بالمناسبة وبيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي بعشر دقائق علشان النادي الأهلي يؤدي مرانو الأول هنا في جنوب إفريقيا على ملعب نادي الكايزر تشيفز ثم هيكون يوم الجمعة طبعا الاجتماع الفني المؤتمر الصحفي المستر بيتسو موسماني المؤتمر الصحفي لمدير الفني منكوبة أو رولاني المدير الفني لفريق سانداونز وخلينا أقولك أن رولاني طبعا هيغيب عن القيادة الفنية لفريق سانداونز في هذا اللقاء نظرا لحصوله طبعا على إيقاف لمدة مباراة في المباراة الأخيرة اللي تم يطارده في مباراة النادي الأهلي ثم طبعا يكون المران الرئيسي للنادي الأهلي على ستاد سوكر سيتي ليستضيف أحداث اللقاء كل الأمور هنا كابتن إسلام طقس طبعا النهاردة حالة الطقس استقبلتنا الأمطار في جنوب إفريقيا لدى وصول بعثة فريق النادي الأهلي درجة الحرارة أكلمك كابتن إسلام في 15 درجة تترحم بين 15 إلى 17 درجة درجة حرارة ملائمة يعني نتمنى أن درجة الحرارة تستمر يوم المباراة بنفس يعني هذه الدرجة جو أكثر مرة على نسبة الرطوبة أوليال جدا كل الأمور مهيئة كابتن ساد عبد الحديث فرض حالة طبعا من التركيز على العدين قبل تغطية خلاص عندنا حذر من الحديث فاضل يا كابتن إسلام لا أنا بس كنت بقولك يعني إن شاء الله تكملوا شغلكوا بكرة على خير والأمور تمشي على خير دائما أنا بشكرك جدا زميلنا فاروق صلاح على كل هذه المعلومات الخاصة بالمباراة إذن 10% من ساعة الاستاد اللي هي حوالي 8-9000 متفرج محمد هاني إن شاء الله يكون متواجد في المباراة على حسب الدكتور عندنا النهاردة بالمناسبة 3-4 انتريوز عملهم فاروق صلاح من جنوب إفريقيا عندنا حاجات فيها مهمة جدا 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 أيمن أشرف الدكتور رحمد أبو عبلا عندنا 3-4 حاجات دكتور محمد شوقي كتير جدا النهاردة كلموا وحنزحهم لحضراتكم